اشتركوا في القناة وتعزيز التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واجعل المواطن البحريني محور التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الاسكانية في كافة محافظات المملكة من جانبها استعرضت وزيرة الاسكان وتخطيط العمراني مستجدات البرامج التموينية الجديدة مؤكدة الاستمرار في تنفيذ المشاريع الاسكانية المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الاراضي الذي اطلقته الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير خيارات وحلول اسكانية مبتكرة للمواطنين